إذن هذه صور أشرنا قبل ذلك إلى تحطم طائرة أوكرانية اليوم على متنها 180 شخصا بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران إذن هذه هي الصور الأولية لتحطم هذه الطائرة الأوكرانية التلفزيون الإيراني كان أعلن مقتل جميع ركاب هذه الطائرة وقبل ذلك تم الإشارة إلى أن سبب سقوط هذه الطائرة كان بسبب خلل فني رغم تزام سقوطها مع هذه الأحداث لكن الأنباء تشير إلى أن خللا فنيا هو ما تسبب بسقوط هذه الطائرة نشاهد إذن سقوط الطائرة وموقع الحطام هناك عدد من الصحفيين وعدد من العمال الذين يحاولون البحث عن أي ناجين لكن الأنباء تشير إلى مقتل جميع ركاب هذه الطائرة هذه الطائرة كانت متجهة من طهران إلى كييف هي من طراز بوينغ 737 على كل حال سنعود بمزيد من التفصيل لهذه الحادثة في حال ورود مزيد الأنباء